واضح أنه الجزء دول بيبتدي لغة تحذيرية في الرسالة وعلى ما أعتقد أنه ليس التحذير الوحيد في بضعة تحذيرات أخرى يعني نحب نسمع من حضراتكم عن ما هي التحذيرات الأخرى في رسالة العبرانين رسالة مليانة تحريد مليانة تحذير هذا هو التحذير الأول ألا يفوتنا الخلاص ما هي التحذيرات الأخرى أخي يسوف يبتدي بك ده أول تحذير عبرانين اثنين عدد واحد لاربعة التحذير الثاني في عبرانين ثلاثة بيبتدي من عدد سبعة وبيستمر معانا لغاية عدد حداشر من أصحاح أربعة جزء طويل في الحقيقة وكبير وأعتقد حنتوقف عنده ونفهم معانيه لكن يكفيني أن أقول أن هذا هو الجزء التحذيري الثاني الجزء التحذيري الثالث ودي البعض بيعتبرها أنه بين خوسين يعني الكلام تقدر تشيل الجزء ده والكلام يبقى ماشي لكن الكلام ده زي ما تقول وقفة تحذيرية نظراً بيوصل لجزء مهم قوي فبيقول في خطورة زي بالضبط ما عمل هنا كلمنا عن عظمة المسيح عن الملائكة طيب إذا كانت كلام الملائكة ثابت فكيف يكون كلام رب الملائكة إنه أكثر ثبات وإهمال خلاصه رهيب فالجزء التالت في أصحاح خمسة من عدد حداشر لما بيقول مدعواً عن المسيح مدعواً من الله رئيس كهنة على ردبة ملك صادق يجي في عدد حداشر بيتكلم كلام تحذيري الذي من جهته الكلام كثير عندنا وعسر التفسير لننطق به إذ قد صرته متباطئ المسامع الكلام ده يستمر معنا لغاية أصحاح ستة الآية تمانية كلام تحذيري لكن بعد كده يقول لكننا طيقنا من جهتكم أيها الإخوة أموراً أفضل ده التحذير التالت التحذير الرابع ورد في أصحاح عشرة بعد ما تكلم عن الدخول إلى الأقداس قمة الامتياز أفتكر إحنا مرة كنا من نتكلم عن الرسالة فقلنا إن قمتها قمة امتيازاتها لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس اتكلم عن الامتياز ده وفي الحال أدت تحذير الرهيب الرابع اللي هو جه في عبرانين عشرة بدءاً من عدد ستة وعشرين لغاية عدد واحد وتلاتين التحذير الأخير الخامس والأخير هو ما ورد في أصحاح اتناشر في عدد خمسة وعشرين انظروا أن لا تستعفوا من المتكلم لأنه إن كان أولئك لم ينجوا إذا استعفوا من المتكلم على الأرض فبالأولى جداً لا ننجوا نحن المرتدين عن الذي من السماء الكلام ده لغاية آخر أصحاح اتناشر ده الجزء التحذيري الخامس برضو اللي نعتبره إنه كلام بين قوسين يعني مثلاً على سبيل المثال لما رحنا إلى عبرانين خمسة وقلنا إن آخر كلام قاله مدعواً من الله رئيسة كهنة على ردبة ملكي صادق ثم ابتدى الكلام التحذيري لغاية أصحاح ستة ناخده الأصحاح ستة كله نقدر نعتبر جزء من الكلام التحذيري ونصل إلى أصحاح سبعة لأن ملكي صادق اللي هو سابه في أصحاح خمسة عدد عشرة مسك الخيط في أصحاح سبعة عدد واحد كأن كل أصح ستة ونص أصح خمسة ده كل ده بيعتبر جزء تحذيري يعني فكرة الجملة الاعتراضية دي مش عارف ده جابتلي فكرة يعني احنا ممكن نكون عاديم بنسمع كلام كبير قوي بس مشو أخد قرار شخصي مقابل هذا الكلام فكاتب العبرانين إنه هو كأنه بقول يا جماعنا بتكلف موضوع مهم بس لا يفوه تاني إنه أنا أقول لكم إن فيه ضرورة إنه يكون فيه رد فعل شخصي قدام المياه يعني مش نستمتع بالكلام وخلاص وهو كلام كبير لكن مهم أنا كمان يكون ليه دور ورد فعل